اشتركوا في القناة تكلأك عنايته وتحفق بك رعايته وصدد الله اقدامك وخطاك واننا نحمد الله سبحانه وتعالى انهدنا الى صراطه المستقيم وجعلنا ننهجون النجاو القويم راجين منه سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمة الحمد والشكر حتى نحمده كثيرا وانشكره كثيرا فيعطينا كثيرا ويلبي دعواتنا كثيرا انه سميه المجيب وبالاستجابة جدير والسلام عليكم وحنة الله تعالى كرة القدم هي واحد من اطواق النجاة لعقلات بسيطة جدا اتغيرت حياتها يعني اللي جاي من عيلها رستقراط او متوسط ده السثناء في كرة القدم السثناء لكن ده الامر الوقاية مش هي دي الحكاية حكاية هي الانتماء كان عايزين اشرف حكيم يمثل منتخب اسبانيا منتخب اسبانيا بقا هو هناك وتولد هناك وعاش هناك رفضوا اصر على منتخب المغرب ورافض انه يغلق غلطة انه يلعب مع منتخب اسبانيا الكبير لان ساعتها تبقى لقونية الفيفا مش هيقدر يمثل منتخب المغرب اشرف حكيم قصة كفاح ابو ام وعيلة وانتماء وقصة ما بعديها قصة في كتير شوفنا لعيبة من غير زي كريم بن اديت ضهرها لبلادها ومشيت وكملت وبتلعب دي اسم بلادها مش تابه يحصل نصير مزراوي لعب بيران ميونخ تولد في هولندا ويحمل الجنسية الهولندية ويحمل الجنسية الهولندية واثر اصر اياما اسرار انه يلعب للمغرب سوفيان المرابط لعب في رونتينا الايطالي تولد في هولندا برضو وعنده الجنسية الهولندية وكان ليه مشهد شهير وهو لابس زي زي لبس الشرطة في هولندا ويشارك في حملة انسانية مع الاطفال في هولندا منتهى الاندماج والدور المجتمعي لكنه في النهاية ايه رجع لاصله ده منين ده من ربنا ثم بالعائلة هذه العائلات اللي ظلت وفية لارضها ودينها ومعتقدها حكيم حكيم زياش في هولندا برضو تولد في هولندا فضل المنتخب المغربي على منتخب هولند وتحرد لهجوم زياش ده تحرد لهجوم كبير بالصحافة الهولندية لانه اختار المغرب عن هولند احنا تربيت وعملته بتاع لانه موهب اصروا نيلعب اوقعت تفتكر هذا اختبار اختبار سهل لا تبقى بتاخد الموضوع بصورة سطحية بصورة سطحية والاروح من مشاهد الرائعة في هذا الناس اللي قدرت تستطيع زي مدير الفني وغيره اكيد فيه ابطال ما نعرفهمش اللي قدروا يعملوا هذا الخلط وميخليش اي فرق من اي حد زي المغرب في هذه اللقطة استطاعت حقيقة ان نستفيد من ابنها في الخارج ايام استفاد انا برضو في مصر بتاعي يقول لك اللعيب يقرب يقول لك يتحرق بجاز عندنا منه الف ضل الحكم المجرم اه بيتقال كده في مصر ملء السامع والبصر ندرح وانا قاعد مع بعض الاشقاء المغرب فقال لي احنا في المغرب متعودين على تلك الانتصارات نوال نوال متوكل يعني سعيد وسعيد بتاع بتقول له بس دي سابقا حربوا في بلادي زاكريا بخلال بقول لك كمية دروس كل واحد من دول جماعة عنده قصة كبيرة جدا انا بانطلك يعني مواليد هولندا برضو ها لاعب نادي تلوز الفرنسي زاكريا كل العوامل كانت بتقول ان زاكريا ها ها يح لا يحمل عالم لا يلعب بالعالم المغربي كل حاجة متاحة ليه كل المجتمع كل حاجة هو ابن تلك البيئة لكن بدلا هذا ظهرين زاكريا صاحب الصوت العذب في قراءة القرآن الكريم واحيانا كثيرة كان لما في هولندا كان يا ام المصلين ده زاكريا بخلال تحية للي ربها وتحية للي ربت وتحية لهذه الفطرة السليمة والشكر كل لله حتى يبلغ الحمد منتهى بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقزم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كمد يقولوا أهلكت ما لنبدأ أيحسن أن لم يروا أحدا ألم نجعل له عيني ولسانه وشبني وحدينا نجالين تحية تحية لزكري تحية للأب والأم لرب وبقولك نظرة كده على بعض التعليقات على البث المباشر في اليوتيوب أنت عارب اللي عملته تلك الأهالي هذي أهالي أكتر من 14 لاعب عشان كده بقولك ده مش موضوع بالسهل في ناس انسلخت ناس انسلخت من أرضها ومعتقداتها أهاليات كتيرة جدا ونمزج أنتم حضراتكم عارفينو مش بس في الكرة في كل حاجة تشوفوا الوقت متعرفش خالص تبقى مستغرب لكن هي عندنا أعداد كبيرة جدا 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 من الجيل الثاني والثالث اللي شاء وتراراه وخارج هذا الوطن فزي ما فيه عيوب فيه مزايا إنه كمان فيه سلبيات كتيرة عندنا في التربية وفي الحياة وسلوب الحكم اللي هو السلطوي وزرع الخوف ورحم عليهم ويمني بالفترة السليمة بيكونوا حاجة كبيرة جماعة حاجة كبيرة قادرة على تغيير الأوطان كرة القدم هنا مثال بس عشي كيف بقولك الحكاية أكبر من برات كرة القدم الفرحة والدروس أكبر من هذا انتصار وهو انتصار لوحده في كرة القدم شيء كبير جدا جدا هذا كاس العالم عارب مغاربة بفضل الله خلوك تحلم هذا الحلم لكن يبقى الموضوع أكبر من كرة القدم سليم ملاح تولد في بلجيكا سليم ملاح بيلعب لستاندرليج دور البلجيكي ها إليه الشاهر مواليد بلجيكا بيلعب في كوينسبارك رينجرز الإنجليزي كل دول اختاروا الوطن هانس مواليد بلجيكا ولعب نادي بيرنل الإنجليزي هانس لعب مع المنتخب البلجيكي تحت 19 سنة وجاب معهم 8 أهداف فاهم يعني ايه فاهم يعني ايه 8 أهداف جاب معهم 8 أهداف ده يعني ايه كانوا مسكين فيه جدا لكنه فضل منتخب المغرب ده عجيال التانية والتالتة بلال الخنوس مواليد بلجيكا برضو عشان كده بلجيكا امبارح ما نميتش بيلعب في نادي جينيك البلجيكي ولاعب لمنتخب بلجيكا تحت 15 و 16 سنة لكن لما جاءت لحظة الاختيار اختار المغرب اختار البلد والعيلة والذكريات والطين والأم والوحدة حسابها مع نفسه بزعم أنا بتخيل بقول لك كل واحد ليهم قصة قال لك طب أنا لما احتفل ولما تنتصر بلجيكا وسام في انتصر بلجيكا هروح قرية ايه يعني اني قرية يعني اني اني يعني امي هتفتخر واستصحبتها مين يعني اللي في بلجيكا ها ولا الناس البسطاء تفتخر بابنها اللي ربيته وعملته تفتخر بيه فين ابن ام ام دي تفتخر بيه فين طب أنا وأقعد على ان يقه وأمشي بقاني شارع ابوه بتاع لا 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 قال للصحافة البلجيكية أنا أفضل تمثيل بلدي الأم رومان سايس لا ابندي بشكتاش تركي مواليد فرنسا ها فضل فضل المغرب سوفيان بوفال مواليد باريس لا ابندي انجيبا الفرنسي فضل المغرب مواليد شديرة مواليد ايطاليا مواليد ايطاليا ده غير عبدالصمد الزلزولي المحترف من فترة طويلة في اسبانيا لعب برشلونة الاسبانية من مواليد المغرب وحصل عالجنسية الاسبانية وسحب الموقف الشهير اللي رفض فيه متل منتخب اسبانيا وأصر على المغرب ولادنا بره يا جماعة عندنا كنوز لو احسننا الاستغلال ربنا رزق المغرب برجال سخرهم في هذا التوقيت ان يعملوا تلك الخلط لكن عندنا كمان نامادج مشرفة جدا في العلوم والاقتصاد والسياسة وكل مناح الحياة والطب والهندسة